أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مهند الجنابي أهلا بك معنا دكتور مهند يعني كما لاحظنا مؤتمر دهوك اليوم كان مناسبة استغلها قادة الأقليم للحديث عن ما وصفوه بالخروقات المتكررة للدستور العراقي نقرأ معك بداية سياق وتوقيط طرح هذا الأمر صال خير أستاذ زينا تحياتي لكم والأستاذ المشاهدين حقيقة التصريحات التي تصدر من أقليم كردستان ومن حكومة أقليم كردستان بشكل مستمر هي تصريحات واقعية هي تحاكي التحديات والأزمات التي يعاني منها العراق ككل وليس فقط أقليم كردستان بالإضافة إلى مستجدات المنطقة والحرب في غزة وهي التي أضافت مزيدا من التعقيدات واحتماليات توسع نطاق الحرب والساحة العراقية بكل تأكيد هي مهيئة والبيئة العراقية السياسية والأمنية هي مهيئة بفعل وجود فواعل من دون الدولة تعبث بالأمن الوطني وتعمل على تهديد الأمن الوطني العراقي وتستهدف القواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات تحالف دولي بالتالي أتصور بأن هذه التصريحات أو هذه التحديات التي تنظر لها قيادة إقليم كردستان هي ستنعكس بكل تأكيد على الواقع العراقي على الواقع في الإقليم وهي أيضا مناسبة وفرصة هذا المؤتمر من أجل طرح السياسات وتوحيد السياسات على مستوى العراق وعلى مستوى السياسة الخارجية العراقية واستغلال العلاقات مع دول الجوار وأيضا توظيف السياسة الخارجية العراقية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العراقية التي تصب إلى تحقيق الاستقرار وتهديئة الأوضاع وعدم السماح بإنجراء المجراسة العراقية للإصراع المجودة الإقليمية سنفصل معك نقطة بنقطة وسنبدأ من الدستور قبل الغوص بتطورات غزة والسياسة الخارجية فيما يتعلق بهذه الإشكالات الدستورية جميع القوى السياسية العراقية اليوم تقر بأن الدستور بحاجة للتعديل وصلت بيقوبات طالباني لأن يصف الدستور بالمنيو وكأننا في مطعم إذن بناء على كل هذا لماذا لا نلمس جدية فعلية في القيام فعلا بتعديل الدستور العراقي أعتقد بأن القيادات السياسية هي دائما ما تحمل دستور إخفاقاتها السياسية والأزمات التي تنشئ من العلاقات بين الأحزاب والكتل السياسية لسبب بسيط وواضح جدا أن أغلب هذه القيادات هي تنظر إلى المصالح ما دون العليا مصالح ما دون الدولة تنظر إلى مصالحها الخاصة ومصالحها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية العراقية ولهذا السبب لاحظنا منذ عام 2005 وصولا إلى المرحلة الحالية وربما حتى على مدى السنوات القادمة انتهاكات مستمرة للدستور فبالتالي أتصور بأن المشكلة هي ليست في الدستور بل في الالتزام بما ورد في الدستور سواء على مستوى القضاء الدستوري العراقي على مستوى الالتزام بالمنهاج الوزاري الذي تطرحه الحكومات المتعاقبة وصولا إلى الاتفاقات السياسية التي تكون ضمن سقف الدستور ولهذا السبب نلاحظ بأن المشكلة هي ليست مشكلة دستورية إنما هي مشكلة عدم التزام بالدستور من السلطات الاتحادية وفي ذات الوقت تأخر إقرار قوانين مهمة من بينها على سبيل المثال قانون المحكمة الاتحادية قانون النفط والغاز قانون مجلس الاتحاد التي تعهد بإقرارها السيد السوداني خلال ستة أشهر من تاريخ من حثقة ولم تقر حتى الآن وهذه القوانين من الممكن أن تساعد على الالتزام بالدستور هل المشكلة محصورة فقط دكتور مهند بالالتزام بالدستور لأن الحديث اليوم عن غياب الكثير من المواد التي يجب أن تنظم بعض القوانين هل المشكلة فقط بالالتزام بالدستور أم ببعض الفجوات الموجودة فعلا في الدستور الذي يبدو وكأنه فصل على مقاس القوى السياسية إلى حد كبير في كل الفصول التي تطرق عليها الدستور فيما يتعلق بإدارة الدولة أعتقد بأنها تنسجم مع الواقع الجديد لكن ما يعني يقبل التفسير وهذه السلطات موكلة للمحكمة الاتحادية العليا بتصوري أنه يعد ثغرة ويعد مدخلا لحرف المسارات الدستورية واستغلال بعض القرارات من قبل بعض الأطراف السياسية سواء من مرحلة تقديم الدعوة وهي الدعوة بكل تأكيد في كثير من الأحيان تكون ذات دوافع سياسية وليست ذات دوافع لتفسير الدستور والالتزام بالدستور ولاحظنا خلال عام 2022 العام الماضي الأزمة السياسية التي دخل فيها العراق هي نابعة من الدعاوة السياسية وليس من القضاء الدستوري أو من المحكمة الاتحادية العليا التي تقوم بواجباتها وإن كانت بعض الأحيان في قرارها الأخير هناك كثير من الملاحظات التي وردت على لسان رئيس حزب تقدم بعدم الصلاحية وما إلى ذلك وهي انعكست أيضا على الواقع البرلماني والواقع التشريعي في العراق وأتصور بأن هذه الأزمة هي ككرة الثلج ربما ستتضاعف وستنعكس حتى على واقع إجراء الانتخابات نذهب إلى ملف السياسة الخارجية وما يتعلق بتطورات العدوان الإسرائيلية على غزة دكتور مهند وزير الخارجية اليوم حذر من مخاطر استمرار هجمات الفصائل على القواعد العسكرية وأيضا أشار في حديثه إلى جهود السوداني التي نعلمها جميعا من أجل إقناع الفصائل بالعدول عن تلك الهجمات برأيك إلى أي مدى نجح السوداني فعلا بجهوده سيما أننا لاحظنا انخفاض هذه الهجمات على الأقل خلال اليومين الأخيرين أعتقد بأن التعامل مع هذا الملف هو ملف يهدد السيادة الوطنية ويهدد الأمن الوطني العراقي وننتظر كمراقبين كمواطنين عراقيين مزيدا من الإجراءات من قبل الحكومة الاتحادية من قبل القادة العام للقوات المسلحة في حفظ الأمن الوطني في التعامل بشكل جدي مع هذه الأعمال التي وصفها القانون العراقي وتحديدا قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 بأنها أعمال إرهابية باعتبار أن من يعتدي على مؤسسات الدولة العراقية وعلى البعثات الدبلوماسية هو يعتبر نوع من أنواع الإرهاب وهذه الجماعات تستهدف مقرات عسكرية وقواعد عسكرية هويتها عراقية إذن أتصور بأنه ننتظر مزيدا من الإجراءات في كبح هذه المجاميع لا سيما وأنه المخاطر هي يعني لا تنحصر بالداخل العراقي لاحظنا منذ يوم 17 أكتوبر الماضي عندما بدأت هذه الجماعات باستهداف القواعد العراقية لاحظنا بأنه صورة العراق واستقرار العراق في نظر المجتمع الدولي قد اهتزت وانعكست سلبا على الواقع العراقي وهذا تجلى في انسحاب الكثير من الجاليات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والتحذيرات التي تصدرها الدول لرعاياها في العراق بمغادرة العراق إذن هذه الصورة سيحتاج العراق وستحتاج الحكومة وقت طويل جدا لاستعادة هذه الثقة بالوضع العراقي وبتصوري أنه يعني السبب هذه الانتكاسات على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي هي قيام جامع خارج عن نطاق الدولة بيلعبث بالأمن الوطني العراقي دون رادع ودون يعني يعني إجراءات قضائية باتة بحقهم أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مهند الجنابي كنت معنا من أربيل شكرا لك شكرا لك